أعلن عمدة العاصمة الروسية سيرجي سوبيانين عن استقرار تدريجي لانتشار عدوى فيروس كورونا في موسكو في الأيام الأخيرة وأضف سوبيانين أنه لا يزال عدد الحالات المكتشفة والاستشفاء مرتفع للغاية لكنه على الأقل انخفض بشكل طفيف مقارنة بالأسبوع الماضي كان رئيس الوزراء الروسي ميخايل ميشوستين قد أشر إلى تحديث نموذج تطعيم السكان من أجل تحقيق ما لا يقل عن 80 إلى 90% من المناعات الجماعية